رداً على البيان الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين بالأمس الذي هجم فيه رئيس الجمهورية على خلفية إصدار المحاقق العدلية القاضي طارئ البيطار مذكرة أحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صدر بيان اليوم عن مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية جاء فيه أولاً في التوقيت والشكل والمضمون من المؤسف حقاً أن يريد في البيان المذكور اتهام رئيس الجمهورية بموضوع تفجير مرفأ بيروت في حين أن الرئيس قد سبق له أن وضع نفسه بتصرف المحاقق العدلي في الجريمة المذكورة لسمع شهادته ثانياً أن الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانية ملاحقة الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أي جرم عادي ذلك أن هذا الامتياز الوجوبي على ما هو النص الدستوري ليس تحصيناً تتوقف عند عتبته العدالة ثالثاً أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري بمجرد أنها تمارس من المرجع المختص وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية لدى كل مساءلة وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه في حين أن رئيس الجمهورية لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبية والطائفية بمعرض الملاحقات القضائية رابعاً تربأ رئاسة الجمهورية وتترفع عن الرد على الكلام الخطير الذي ورد في البيان المذكور بشأن العدالة المقنعة والانتقائية والقضاء المسيس وأروقة قصر بعبدة حيث يدار ملف التحقيق العدلي وفي ذلك إهانة علانية واستضعاف مرفوض واستهداف مشين للسلطة القضائية التي ينادي بعض المدعين الحرص عليها وعلى استقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها وتحررها من القيود السياسية والطائفية في حين أنهم يمعنون فيها تخريباً وهدماً باسم الطائفة والمذهب خامساً يبقى أن توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينؤو شعب لبنان تحت أثقالها وإذ وضعت رئاسة الجمهورية بيان رؤساء الحكومة السابقين أمام الرأي العام اللبناني كما الرأي العام الدولي المحفز لإنهاض السلطات في لبنان وتحريرها من أسرها والحسابات أو الطموحات الضيقة طمأنت اللبنانيين أنها مستمرة في التصدي لكل مكامن الخلل حيث هي والتطقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة تمهيداً لتحديد الخسائر وتوزيعها والمساءلة والمحاسبة كما الاستمرار في المساعي القوية والصادقة لتأليف حكومة تمهيداً لإقرار برامج المساعدات الدولية التي تلائم لبنان وتعالج محنته القاسية وختم البيان من المؤسف فعلاً أن تتحصن دولة بدين وطائف ومذهب لتحرم المتظلمين نعمة العدالة